عندما أسسنا أسرة قوية هذه الأسرة تأسست على مبادئ صحيحة على نظام أيضا لأنه الصلوات أداء الصلاة أداء العبادة نظام الأخلاقيات الاحترام بين الأب والأم أزيدك أزيدك عندنا منهج تربوي شامل في القرآن الكريم ألا تجد سورة لقمان وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم الله أول شيء بناء العقيدة عند الأولاد بناء العقيدة عند الأطفال هذه الأسرة لابد أن تكون محصنة من شبهات الإلحاد وشبهات التوجيه اللي هو غير ديني تحصين روحي نعم تحصين روحي ودرع طيب الأول سيدنا لقمان قال لابنه وهو يعظه تخيل النص الكرآني تخيل بالله عليك أنا يعني صراحة حين تقرأ هذه الآية تقف يعني متعجبا بالله عليك كم من أب أو أم من منا جلس مع أولاده هذه الجلسة الوعظية الجلسة الوعظية مش جلسة تعليم أو جلسة لعب أو جلسة مشاركة أو جلسة إيجابية فقط بل في الأصل هذه الجلسة الوعظية يا بنيا لا تشرك هل جلس أحدنا يوما مع ابنه يقول له يا بنيا تعالى مثلا نتحدث عن الله سبحانه وتعالى تعالوا يا أولاد نتكلم أكلمكم عن الله الأفطال بطبيعتهم يحبون صفات معينة يحبون سمات موصوفة معينة حينما أكلمهم عن الله سبحانه وتعالى أقول له يا أولادي الله سبحانه وتعالى شجاع الله سبحانه وتعالى قادر الله سبحانه وتعالى قوي الله سبحانه وتعالى غني كل صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمان فكذلك الطفل يتعلق بالله سبحانه وتعالى يمكن أفلطون زمان قال الدين أفيون الشعوب لا تقوم يعني فئة أو طائفة من الناس إلا على دين حتى وإن كان هذا الدين دين دنياوي حتى إن كان هذا الدين غير سماوي لكم دينكم وليا دين لكن هناك أنه يعتقد أن هناك شيء أخر فكانت البداية بالعقيدة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك قال له طيب يا بني أقن الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واظبر على ما أصاب الترتيب ده هوت بتاع التربية قال له اعرف الله أولا وخلق المراقبة انتكوا في صخرات فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فاتخلي بالك أن ربنا شايفك في كل مكان ربنا مطالع عليك في كل مكان فأنت هنا يكون توجيه الطفل أنه حين يفعل لا يفعل خوفا من العقوبة بل طمعا في السواب مراقب وإذا خرج إلى المجتمع وإذا خرج إلى المجتمع مش هيكون هنا الطفل لأنه يعني يفعل ذلك خوفا من القانون أو خوفا من الأنصائقات المختلفة أو خوفا من الاشترافات والغرامات لا ده يكون نابع داخليا منه من أخلاقه لأن هذا العرف وهذا القانون إنما جاء لحماية الناس فيما بينهم وهذا عرف وإن اختلفت البيئات وإن اختلفت الثقافات التي جاء منها الناس إلى بلاد المهجر لكن القانون بحكم العادة والعرف هو معتمر في الشرع فيحترم مثل هذه القوانين لأنه جاء بها الإسلام طبعا طيب يبقى يحترم الله سبحانه وتعالى تقيد الداخلية ثم إذا أراد أن يتعامل مع الناس وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وازبر على ما أصابك إن ذلك من عزم لهذه تحتاج إلى تضحية وتحتاج إلى صبر ثم لا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض برحة واغضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمد هذه أخلاقيات أمرنا الإسلام أن ننحو مثل هذا النحو في تربية أبنائي في الحقيقة التربية هي روحية واجتماعية نعم وهي لا تنفصل سواء التربية الروحية الدينية أو التربية الاجتماعية أو كما تسميها أو يسميها بعض الناس معنوية ومادية هي متلازمة نعم والأسرة الصحيحة هي نافعة نعم والأسرة الصحيحة وتربيتها الصحيحة هي التي تبني المجتمع الصحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر